اكتمل تام صفوف منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة نيبال يوم الخميس المقبل على استادة المكتوم بناد نصر في افتتاح مباريات المجموعة التامنة للتصفيات الأسوية المشتركة المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بانضمام لاعبية الشارقة والعين بعد انتهاء مشاركتهم الأسوية في جولة رابعة من دور الأبطال ويواصل أبيض تدريبات اليومية حيث اقترب المدرب بينتو من وضع اللمسات الأخيرة على الأسماء التي سيدفع بها في لقاء نيبال الأسبوع القادمة وخاض المنتخب اليوم ميرانا مفتوحا بحضور الجماهير التي نجحت في تحفيز اللاعبين خصوصا قبل بدء الحصة التدريبية